التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال المنصق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني دياء رشوان إن العمل المكثف للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال عشرة أيام وأضف رشوان أن الحكومة ستكون شركة على مائدة الحوار الوطني خلال الجلسات القادمة مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطنية لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء مباشرة بشكل كامل وستخرج بنتائج محددة ومؤضحا أن الملف الاقتصادي ومناقشته ستتم بالحلول القصيرة الأجل قال وزير الخارجية سامح شكري أن النظام الدولي عجز عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب الفشل التام لأليات السلم والأمن الخاصة به وأكد شكري خلال كلمة على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين أنه سيتم أو يتم انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة في حرب أسفارت عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال في الوقت نفسه شدد شكري على أهمية ضمن امتنع إسرائيل عن أي تحرك عسكري برفح من شأنه تهجير أو نقل الفلسطينيين التقى وزير الخارجية سامح شكر نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين حيث بحث تطورات الأوضاع الخاصة في قطاع غزة حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره ضمانة المثلة لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية وصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدد من المنازل بقطاع غزة وأفادت مصادر طبية باستشهاد العشرات معظم من الأطفال والنساء في قصف أفادته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على رفح وزير البلح وخان يونس يأتي هذا الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية بعدة مناطق بقطاع غزة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قافلات المساعدات ويضع العراقيلة أمام دخولها عبر معبر رفح وأوضح الهلال الأحمر في بيان له أن نحو 400 ألف فلسطيني مهددون بالموت جوعا في شمال القطاع ودع الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي للتدخل وتكثيف المساعدات خاصة إلى مناطق شمال قطاع غزة قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الشخصين قتل وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على ثلاثة شبان بزعم إطلاقهم النار على الجنود في المكان قال الجيش الأمريكي أنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن صواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يهدف إلى تعزيز الأمن السبرانية في مواني الولايات المتحدة وينص المرسوم الذي أصدره بايدن على حد أدنى من متطلبات الأمن السبرانية كما يهدف أيضا إلى تحسين الإبلاغ عن الحوادث التي تطال السفن والبناء التحتية للمواني وتوظف المواني الأمريكية 31 مليون شخص وتسهم بـ 5.4 من 10 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي وهي نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى الولايات المتحدة شهد معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سنبل تعامد أشعة الشمس على وجهة تمثال رمسيس الثاني وتعامد الشمس في هذا التوقيت على وجهة تمثال رمسيس الثاني يعني الإعلان عن بداية موسم الزراع عند القدماء المصرهين في ظاهرة فلاكية نادرة تحدث مرتين سنويا في 22 من شهر أكتوبر وال22 من فبراير من كل عام اشتركوا في القناة